اشتركوا في الفيديو جديد. هل مرة لدينا حاسب ايسر نيترو. الهدف من الفيديو انه نصب ويندوز ولكن هذا الموديل من نيترو. نيترو 5 مثل ما تشوفون نيترو 5 من ايزر والموديل المال تهذا. شوفوا الموديل هاي اللابتوبات لما تجري تنصبها ويندوز راح تعيش بأثناء التنصيب مشكلتين. المشكلتين راح شوفكم ياهم وعلمكم شون تحلون هاي المشاكل. راح تستفاد من الفيديو خليكم متابعة حتى النهاية. مشكلة الاولى اللي راح تعاني منها انه بعد وضع الفيديو. جيتشغلت اللابتوب. الطب لبايز لياعدات البايز حتى تغير الاقلاع من الفيديو. كما تشوف. كما تشوف. طبينا البايز راح نجي للبوت. نشوف هنا ظاهر عدنا الفيديو. والويندوز منيجر. راح نغير الاولوية او نغير الاعداد ما للمينك. وعدنا هنا. اعداد الفيديو حتى يفتح البوت مينيو. نسوي لانابل. شغلنا. قل لف عشر وانتر هسا عن طريق الفيديو. راح نقدر. ندخل على اعدادات البايز. مثل ما تشوفون. وعدادات الكويك بوت. ندخل على الويندوز. ومجرد تختار الويندوز راح نطيك هذا. الخطأ. مثل ما تشوفون. ندخل على اعدادات الامان من داخل البايز. فلازم نغير باعدادات البايز حتى. نقدر. نتجاوز هاي المشكلة الاولى. اللي تظهر. اه ويانا. فاش راح نسوي. راح نرسط الحاسوب. كنترول. الالت. دليت. وانطب الى البايز مرة اخرى. حسنا نروح الى محطنا. نوقف هذه المشكلة. لازم من عدادات البوت. لازم هنا. لازم سكير بوت. لازم سوي الهدسابل. ولكن هنا. مثل ما تشوفون الخيار. غير مفعل. طيب. شل الحل. مهما حاولت تغير بعدات البايز مرة. تصال لأي نتيجة. اللي تروح على السكيرتي. وهنا تقول له. ست. 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 باسورد. تدوس هنا وتدخل باسورد 123456 على سبيل المثال 123456 تقل لها انتر وتقل لها سيف وتقل لها اوكي وتقل لها اف عشرة وتقل لها انتر بعدين نطب على البايز مرة اخرى يطلب منك الباسورد اللي انت وضعته 123456 انتر بعدين تجي على البوت راح تشوف انه الخيارات ما للسكورتي تفعلت وهنا البوت منيو ظهر عندنا بيها خيار اقفال السكور بوت فندوس عليه ونقول لها ونقول لها اف عشرة ونقول لها انتر هسته ندوس اف معاش حتى نبوت من الفلاش نجلس نبوت مرة ثانية من الفلاش راح نشوفه اقلع ويانه من الفلاش بشكل طبيعي هاي المشكلة الاولى انحلت بشكل كامل راح نجي ننتقل الى المشكلة الثانية اللي راح تواجهكم اثنان تنصيب هذا الموديل من اللابتوبات ونقول لها الانترنت نصب الويندوز هنا نقول لها ليس لديهم بتاع تنشيط وهنا نختار الويندوز اللي نريده مثلا هوم سنجل لانجوج وهنا نقول لها موافق على اتفاقية الاستخدام وهنا نقول لها الخيار الثاني حتى نبدي نتعاملوا الى الهارد ومثل ما شوفون ما جاء يظهر عندي الهارد داخل اللابتوب يعني هنا الحال شنو اما الطب للبايز وتقفل بعض الاعدادات وبهاي الحالة راح تنزل من السرعة مع الاداء مع الكمبيوتر واما تروح لموقع الشركة وتنزل التعاريف الخاصة باظهار الهارد ديسك انا نزلت التعاريف ما راح دوقك بكيفية الدخول الى موقع الشركة وتخالي المدير وتحميل التعاريف حملتها وراح اترك لكيها اسفل الفيديو تقدر تحملها بكل سهولة تحت الفيديو راح تلقى الرابط مع التحميل انا خلت التعاريف بداخل الفلاش راح اربط الفلاش على الكمبيوتر هذا واجاء وقل لها درايفر انستل شوف هنا عندي بالتركي قولي سوره جو يكله يعني بما مع تنصيب تنصيب تعريف انت راح اطلع لك ممكن من انجليزي درايفر انستل فندوس هنا وهنا نقول لها براوز جوز ات او براوز جين هنا نختار الفلاش اللي خليني بيه التعاريف طبعا التعاريف اللي راح اترك لكيها هو الاي ار استي انتل اللي هو الفيرجين 19.5 ومجرد انه تقول له تمام او 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 كي ثواني بعد ما طبيت على الفلاش وطبيت على هذا الملف اللي انت نزلته من الموقع ترجع تختار الحافظة اللي بداخل الملف او راح اخليك ياني برا بعد ما تختار الملف اللي انت حملته من صندوق الوصف فتقول له تمام بهذا الشكل راح تشوف انه ظهرت عندك هاي ثلاث خيارات الثلاث خيارات نجي نختار الخيار الاول راح نقول له صون راكي بعد ما قل له صون راكي او نيكست راح تشوف انه يبدي يحمل عندك بهذا الشكل او ينصب عندك شي معين او تعاريف معينة بعد ما نصب التعاريف راح تشوف انه كل بارتشينات الهارد ديسك ظهرت عندك بهذا الشكل حاليا خلينا نحذف تقسيمات الهارد بعد ما قمنا بحذف فنجي نعمل بارتشينات جديدة راح نخلي مية وثمانية وثمانين الف من اصل خمسمية للسي والبقية نسويها دي ونفرمتها بهذا الشكل نجي ننصبه على السي من يكمل التحميل ايضا من راح يكمل التنصيب راح شوفكم النتيجة النهائية خليكم ويانا هذا التنصيب النظام وفتحت الحاسوب مثل ما شوفهم بدون اي مشاكل هذا كل شي اللي حبيت اوضحه بهذا فيديو اذا اعجبكم الفيديو لا تنسونا بالعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد كم وياكم سيقود دايما قناة دايوتيك في امان الله شباب شكرا شكرا شكرا